سبع عجاف قضاها النازحون وهم منفيون داخل وطنهم ولا أمل بالعودة يلوح في أفق العراق الغارق في الظلمة هنا مخيم أشتي في السليمانية مشهد آخر لمسلسل النزوح الذي يروي فصوله الضحايا أنفسهم هنا نقطة في مخيم أشتي وعربة ما يقارب 2500-2600 عائلة فهنا معيشتنا صعبة، ظروفنا صعبة جدا أدنا أمراض، أدنا جاء يصير حرق بالمخيمات يصير ضرب كهربائي، يصير أدنا مشاكل كثيرة لا تعد ولا تحصل يضافها للمرضى تقف الكلمات عاجزة عن وصف المأساة التي أصبحت مألوفة في عراق ما بعد الاحتلال ولم تستثني فردا إلا وطاله جزء منها يعني شنها صارنا ثم سنوات نحن بالمخيم يعني عاشين عراء الله عن مساعدة لما عن مساعدة كتنة جوع عاشين عن مساعدة تتنوع معاناة نازحي مخيم أشتي بين إهمال المتعمد وقسوة المفرطة فالمسؤولون لم يعرفوا لهذا المخيم طريقا إلا أن السلطات وجدت فيه من تزج بهم في السجون المليئة بالمعتقلين لتترك أسرهم للمجهول أربع عنا العيلة وراه واني أمه وأبوه سبع عنا العيلة وراه هو الواحد عندي بسجن وأطلب مننا من المخيم وروح أو أدينه أو أدينه ملابس بسجن وبيتي واقع للقاء وما أقدر البيت معنا واقع للقاء وكل شي ما عندنا كل شي ما نملك على ريد الرط نهاية الخيمة لأخذها للصباب ناكا برقي على نقود حتى ذوي الاحتياجات الخاصة كان لهم نصيب من الأسى مأساة مخيم آشتي ليست إلا جزءا من معاناة أكبر لسكان المحافظات المنكوبة وهم بين فكي كماشة الحرب والنزوح